ازاكا كمان نهارضا في حلقة جديدة هنا في استفلا الرياكشن على هوم سينما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي احنا هنعمله النهاردة هو الفيلم الثالث في سلسلة افلام اكس انا فيلم ده بالنسبة لي لما شفته كان بصراحة في حتة تانية خالص التريلوجي بصراحة اتمنى نهية طبعا من اقوى افلام الرعب خصوصا ان اول فيلمين بصراحة كانوا جمدين فشخ كان الجزء الاولان كان اكس وجزء التاني كان برل وعندنا الجزء الثالث دلوقتي معانا والوفيشال تريلر اللي منزل من كام يوم وهو الجزء الثالث لسلسلة افلام اكس وبرل جزء الثالث هو مكسين ساجا وايز هو الفيلم نزل اكس وبرل وماكسين كتاملين وايز هو بيرل المفروضي لاول وبعد كده اكس وبعد كده الجزء التالث مكسين فأنا نهاية أصلا أنا بالنسبة لي كان أحلى فيلم من الفيلمين اللي نزلوا في الأول وبعد كده أكسب الجزء الثالث أتمنى أنه هو يفوق التوقعات ويحط كمانا على الجزئين التانيين أنا ما عنديش فيهم أي مشكلة أنا بالنسبة لي يعني A24 أصلا كشركة أنا بحبها جدا ولأن A24 أصلا أفلامها بتبقى جمدة جدا يعني سواء أفلامها الرعب أو أفلامها الدراما شركة محترمة ما فاشخة بصراحة هي عارفة كويس هي بتعمل إيه وأفلامها بصراحة بتبقى عالمية يعني معانا في الكاست معانا كإخراج هو طبعا من تأليف ومن إخراج تي وست هو نفس المخرج بتاع الجزء الأولاني وهو نفس المخرج بتاع الجزء الثاني وفي الكاست برضو معانا ميا جاث بتكمل نفس السلسلة ومعانا مرة دي في الكاست ميشيل مهونيهان وليزابت الدباكي ومعانا بوبي كان فعلا بحب الممثل ده جدا ومعانا كمان كيفين بي كان يشهد عودته معانا في فيلم ماكسين طبعا كلا عدا مشوفش التريلر ولا مرة هشوفه معك دلوقتي الأول مرة فيلم ماكسين يلا بينا اتحدث عن الجزء الأول أم القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايو مفيش عشان عملوكو شابو بجد ايو 24 متميزة بس مش في افلامها متميزة كمان في اعلاناتها ايو 24 بتعرف فعلا تعمل تريلر يعني محترمين فشخي يعني انا واحد من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها كتريلر يعني كان فيلم انكت جامزي عليهم تفرجوا على تريلر يا جماعة الناس دي ما تفرجش على افلام ما تفرج على تريلر بس تخش تتفرج على عظمة ما يا جاث بتثبت نفسها للمرة التالتة قد ايه ان هي فعلا ممثلة شطرة جدا 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 بيت دي بجد مش طبعية دورها في اكس فشيخ دورها في بيرل افشخ فيلم بقى طالع بقى الجزء التالت ماكسين شكلها عاملة دور رهيب عجبني جدا 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 الفايبز بتاعة الايتيز انا واحد ما عشتش اجواء التمانينات بس انا سواء الافلام او المسلسلات انا بعشق جو التمانينات بعشق جو التمانينات في الافلام وفي المسلسلات وطبعا اللي بدأ الهايبنس دي او الفايبز دي بتاعة سترينجر تينجز والكلام ده كله بقى في معلية ليها بقى افلام ومسلسلات انا بعشق افلام التمانينات والمسلسلات بتاعتها اللي هي بتبقى في وقتنا هذا بس يرجعونا للعصر بتاعة التمانينات اختيار برضو الاغنائية ممتاز المرة دي في موضوع سيريال كيلر او السلاشر اللي كان موجود في التمانينات ده ده على فكرة ده مش هابد مني بس ده كان موجود بجد في نيويورك ساعتها في التمانينات عجبني ان هم حطيني الرفرنس ده في الفيلم المراضي حيبقى مختلف تماما عن الجزء الاول والجزء التاني حيبقى الموضوع حيبقى انفولف ده اكتر انه حيبقى فيه سيريال كيلر وحيبقى فيه بوليس المراضي بيحقق والكلام ده كله هروبا ماكسين اصلا من الجزء الاولاني ده يعتبر يعني ده يعتبر الجزء التاني بتاع الجزء الاولاني يا جماعة انا زي ما قلتلكم في الاول خالص كتايم لاين وايز ده يعتبر الجزء التاني بتاع الجزء الاولاني بيرل ده يعتبر البريكول بتاع الاولاني والبريكول بتاع ده انا مبهور انا مبهور واتمنى بصراحة لان الفيلم ده فعلا لو طلع على قد توقعات زي الجزء الاولاني وزي الجزء التاني انا بصراحة انا اشتريت يعني انا اشتريت الفيلم ده اشتريت منه بصراحة وبجد حقيقي لو الفيلم ده هيبقى حلو زي جزء الاولاني وجزء التاني انا شايف من وجهة نظري حيبقى واحد من اقوى الافلام التريلوجيز الهورر اللي اتعاملت في التاريخ ده بجد حرفيا انا مش ببالغ يعني انا بجد حرفيا مش ببالغ واللي عاجبني اكتر كمان ان الفيلم ده حينزلو السنة دي في 2024 يعني مفيش وقت يعني مفيش جو بقى ان انا هسيبك سنتين تلاتة وحارجعلك تاني بفيلمي لا ده السنة اللي فاتت كان فالسنة دي هنزللك على طول الجزء التالت يعني هو تقريبا انت بتتكلم في بيرل وماكسين وفي اكس انت بتتكلم انت نزلت بتلات افلام في خمس سنين فده انا شايف من وجهة نظري يعني انا شايف ان ده يوكن لك كل الاحترام بصراحة ان انت تنزل التريلوجي بتاعك في خلال خمس سنين تلات افلام بنفس المخرج ونفس الكاتب انت بصراحة انت جامعة تفشح انا وانس ان انا حاجة برضو يعني اخدتني جدا وانا بتفرج على التريلر البيتس موتال بيتس موتال ده جماعة ده ريفرنس للكاركتر اللي هو بتاع سايكو اللي هو بتاع نورمان بيتس الناس اللي محبين فيلم سايكو بتاع زمان ده الابيض ويسود الفيلم بتاع ألفريد هيتشكوك المخرج ريفرنس موجود في الفيلم ده اعلقتوا بقى بالفيلم ده انا مش عارف لان فيلم فيلم سايكو ده فيلم قديم جدا ده فيلم خمسينات يبين ولا ستينات انا مش فاكر فايه فكرة انه هم يحطوها في الفيلم ده فانا عجبني جدا واللي عجبني اكتر كمان ان النايت ستوكر ده اللي بيتكلموا عنه ده جماعة زي ما كنت بقولوكو ده سيريال كيلر بجد يعني ده مش هكس من الصناع الفيلم ده سيريال كيلر بجد كان موجود ايام 1984 و1985 كان ساعتها كان معمول ضدها في امريكا عن السيريال كيلر ده ففكرة انه هم يحطوه ياخدوه يحطوه في الفيلم ده برضو دي حتى بقى حاجة جمدة فاشخة يعني انا عن نفسي انا الفيلم ده يعني بجد بجد لا يعني فاجئني التريلر فاجئني وبصراحة مش عارف مش عارف يعني في ناس كتيرة ممكن ما تحبش نوعية الافلام دي بس انا بصراحة انا اشتريت انا زي ما قلتوكو انا اشتريت يعني انا نسبة رقوبي للفيلم ده عشرة من عشرة يعني اكتر كمال من فيلم جوكر لان لما عطيت لما عملت تريلر اكشل فيلم جوكر ديتو تسعة من عشرة انا خفت من حتة موضوع الميوزيكل ومش الميوزيكل بس انا نسبة رقوبي للفيلم ده عشرة من عشرة ولو الفيلم ده نزل بيا الارض وكانتش قد توقعات انا حفشخكو برضو يعني انا ممكن اروح شركة ايتو وانتي فرح اولع فيها المواخزة يعني ابوس ايديكو ما تبوزوش السلسلة يعني لو الفيلم بجد زي ما بقولوكو الفيلم ده لو على عد توقعات زي الجزء الاولاني وجزء التاني ممكن يبقى واحد من احلى الافلام التريلوجي الهورور زي اللي اتعاملت في التاريخ ده بجد بدون مبلغة بس كلنا مستنين ماكسين حينزل السنة دي ينزل في جولاي خمسة او خمسة يوليو السنة دي انا مستنيه بصراحة بفارغ الصبر وبس ما عنديش احاجة تانية اقولها عن فيلم ماكسين اتمنى الحلقة كنا عجبتكم ان شاء الله شكو فيديوه تانية قريب ما تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير والحلقة عجبتكم وتسوش بردو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اسمها هومالون وتيكتو هسابلوكو الليكس في الديسكريبشن ولو حببين تعمل الفرو لايك على فيسبوك وتيكتوك وانستجرام برضو هسابلوكو الليكس في الديسكريبشن وباي باي